لو احنا مثلا قارننا أصالة لو انت بتعمل حاجة أصالة وبتعمل حاجة لطيفة هتفرق ازاي هتعمل الفرق ازاي رنج الصوت صوت أصالة ممكن تيجيب طبقات أعلى أو لطيفة ممكن تيجيب طبقات أعلى من هنا بعمل حسابي ايه يعني انت دلوقتي لو في جملة كده تقول لنا صوت أصالة من لطيفة ايه كل صوت منهم حلو جميل بس الفرق ايه لان احنا مش متطبقين يعني احنا أصواتنا مش متطبق الاثنين طبعا أصوات أحلى من بعدها وبنحب جدا لطيفة وبنحب جدا أصالة ولكن يعني لكل صوت مزاق ونكهة خاصة بيه نكهة صوت لطيفة أكيد بتختلف عن مزاق صوت أصالة الفرق ايه يعني صوت أصالة فيه رقة فيه نغومة ممكن يكون أكتر شوية صوت لطيفة صوتها طبيعي قوي فيه طبيعة قوي فيه أورب حلوة عندها أداء حلو يعني مش عايزين نقارن بس هو يعني أنا مش بقارن لأنه أنا بقول الاثنين أصوات جميلة بس أنا عايز أعرف الفرق هي مش مقارنة أكتر ما إحنا معانا متخصص وموزة كبير يعني فبنحاول نعرف يعني طيش عايزة زعل حد بس أنا بقول الاثنين بجد حلوين يقدروا يغني بعض فعلا يعني ممكن لطيفة تغني حاجات أصالة وممكن أصالة تغني حاجات لطيفة يعني مفيش فرق بينهم تقريبا يعني قزم السهر مشروعك معايا كان إيه؟ طبعا جميل قزم السهر كان مفروض فيه يعني فيه أغنية اتصل بي في فترة كورونا مكنش طبعا عارف ييجي ولا إحنا عارفين نروح له فاتصل بي وقال لي عندي أغنية عايزك تعمل هالي وبعت هالي على الواتساب بالطريقة الجديدة بقى الحديثة بقى الشغل بتعليمين دول فاخدتها من الواتساب حتتها على الكمبيوتر واسمعتها وحطت لها التوزيع موسيكي ونفستها في الستوديو وبعت هاله عشان يغنيها هناك يشوف الستوديو هناك يغني لك بصوته ويبعت هالي تاني علشان عبتدي عمله المكساج هو يعني شغال فيها دلوقتي اسمها الله أعلم يا وفية كم ضقت الدنيا علي لما أضعتك من يدي جميل أنا بحب قوي كازم استاهر مهم إن الموزع يبقى عارف الكلام مهم جدا طبعا يعني أنا عارف الكلام بتاعها ما قلتيني افتكرت كلامها حافظ الكلام لازم أعرف الكلام الكلام ده بيعبر عن الحب بيعبر عن الهاجر بيعبر عن الحزن بيعبر عن الوطن فلازم أتعامل مع كل كلمة بتتقال طيب لو أنت بتعمل توزيع موسيقي لصوت خليجي يعني أنا عارفة أن في تعاون مع عبدالله رويشد هيبقى صوت خليجي وأعتقد اللحنة خليجي آه بالضبط دورك كموزع هيحصل في إيه يعني؟ بيحصل تغيير في شكل الإقعاط إزاي بقى؟ يعني أنا عايز أعرف بعيحيا الموجي حينما يوزع أغنية خليجية الإقعاء الخليجي اللي هي الهاجر والصجل حاجة اسمها صجل اللي هو الدفوف الطبل الحاجات دي كلها لا فيه فرق بين الغنية خليجية والغنية المصرية بقى فيه فرق في الإقعاط في الغالب يعني بس إنهم يختارك عبدالله رويشد ما يختارش مثلا موزع موسيقي خليجي اللي هو طبعا أكيد عارف كل الإقعاط هو تقريبا ما فيهش موزع خليجيين تقريبا ما فيهش موزع خليجي يعني الخليج بيفتكر الحقيقة للموزعين وللعزفين لأنه برضو ما عندهمش معاهد هناك متخصصة متخصصة زي المعاهد الموسيقية اللي في مصر فالتوزيع دايما ودايما مصر هي اللي لها الرياضة في كل حاجة أكيد طيب النهاردة وإحنا قاعدين القاعدة دي بتفكر في مستقبلك إزاي يعني إيه مشروعك للقادم بتحلم بإيه لمصر والموسيقى بتحلم بإيه لمشروعك الفني كيحي الموجي يعني أنت نفسك في إيه أنت اشتغلت مع كبار الملحنين وكبار الفنانين والفنانات ويعني عبد الحليم حافظت دا لك شهادة مهمة ناس كتير كبار يعني توقفوا عند موهبة يحي الموجي ولكن هل أنت راضي للوصلت له حتى زي اللحظة ولا كنت بتحلم بأكتر لا يعني ما زلت مش راضي عن أي حاجة عملتها نفسك توصل لإيه؟ إيه الأفاق بتاعتك؟ نفسك أوصل العالمية أعمل سمفونية الله لأن الوالد كان برضو نفسه يعمل سمفونية فأنا بفكر أعمل سمفونية موسيقية من خلال الألحن بتاعيتنا اللي هي العظيمة دي وإحنا عندنا الجملة اللي هي توصل العالمية يعني طب إيه من اللي أنت عملته فعلاً دلوقتي تحس إنه يكاد يصل لبعض من أحلامك؟ تسمعه لنا؟ حاجة تختارها دينا نسمحها؟ يعني أغلب الموسيقات التصويرية اللي عملتها دي ممكن تتجمع في جمه الموسيقية وتسعمل سمفونية الغالبية يعني لا اخترر لنا حاجة من الأغاني بقى طيب دلوقتي في أغنال عبد الحديم يعني ممكن تبقى عالمية يلا غير جبار طبعاً جبار دي ما فهاش كلام دي مكتملة طبعاً موسيقى 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 فيها دخل